أنا بقراءاتي أعتقد أن السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري عموما منتظرين حدثين مهمين يلا بعدين يبدؤون فعاليتهم السياسية إقرار الموازنة والبدء بالخوض بقانون الانتخابات هنا سنسمع الأصوات العالية أما الآن فالأحداث تصير روتينية وإذا أجدت أخطاء هي وحدة فهذه هدية مجانية من السماء أما الردة الفعل الحقيقية أنا بمنجة نظري راح تكون بعد إقرار الموازنة وبعد إقرار قانون الانتخابات أو البدء في مناقشة قانون الانتخابات هذه المفصلية المهمة التي على أساس التيار الصدري يحدد موقفه من الحكومة ويحدد ردات فعله ويحدد كيفية تحريك أدواته